السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشروع الوحدة الرابعة متعلق حول المهن وهنا بالنسبة للغة العربية تنظيم معرض للصناعة التقليدية لننظم معرضا لصناعتنا التقليدية لدينا هنا بطاقة التعريف للصانع النجار هو شخص يقوم على تشكيل وبناء الأشكال الخشبية فهو يحول قطعة خشبية إلى خزانة أو باب مطرزة هو فن التزيين بالغرز على القماش أو مواد شبيهة به باستخدام إبرة الخياطة والخيط فخاري تعتبر هذه المهنة من أقدم المهن التي تعلمها الإنسان يستخدم مخرطة للصنع أواني فخارية من التراب بطاقة التعريف بالمنتوج الزربية موروث عريق يعتبر قطعة فنية بكل معنى الكلمة شاهدا على الثراء التقافي والحضاري للمملكة المغربية البراد البراد المغربي هو إبريق يصنع خصيصا لشرب الشاي يصنع من المعدن وهو من أهم إنتاجات الصناعة التقليدية القفطان القفطان المغربي هو زي تقليدي نساء مغربي يعتبر من أقدم الألبسة التقليدية في العالم حرفة النقش على النحاس يدق الحرفي النحاس بآلاته البسيطة ويحولها إلى أطباق غاية في الجمال الخزاف أو الخزفي حرفته صنع الأواني الفخارية يعمد الخزاف إلى كتل من الطين فيسقلها بواسطة أنامله وبضربات يديه ثم يشكلها إلى مزهريات وأواني فخارية يستعملها الإنسان في الطبخ والشرب وحفظ الماء الحرف اليدوية الصناعات التقليدية تعتمد الحرف أو الصناعات التقليدية على أدوات بسيطة وعلى يد الإنسان وإبداعه العقلي صنع الإنسان السلع اليدوية وزخرفها بمواد طبيعية مستخرجة من الأشجار من الخشاب اللحاء الزيوت الأوراق الصبغات ثم من النباتات الحلفة لصناعة السلال الأزهار لصناعة الزيوت العطرية إلى آخره ثم الحيوانات مستخرج منها الجلود القرون الصوف الوبر ثم الفور الفرو إنها مصنوعات مفيدة وتشهد إقبالا كبيرا لجمالها وقيمتها الفنية لقد عاش الأجداد فترات زمنية طويلة معتمدين على ما أنتجته أيديهم وبوسائلهم البسيطة فأتثوا البيوت وخاطوا الملابس وصنعوا الوسائل الحربية وزخرفوا الأثاثة وكل ذلك بواسطة اعتمادهم على الصناعات التقليدية وعلى اجتهادهم وكدهم وإتقانهم لعملهم العظيم حرفة النقش على الخشب يحول النقاش قطع بسيطة من الخشب إلى لوحات فنية لا مثيل لها الطريزة والحرفية تسمى المطرزة اشتهرت الملابس النسائية بجمال نقوشها وأصالة قماشها حيث تعتمد الحرفية إلى استعمال الخرز والخيوط المذهبة فتجعل من الثوب البسيط قطعة فنية لا مثيل لها صناعة السجاد اليدوي استعمل الإنسان خيوط الصوف الملونة في صنع الزراب والسجاد المليء بالزخارف التي تملأ العين جمالا ورضا بما صنعت الأيدي الحرف اليدوية هي الصناعات المعتمدة على اليد باستخدام الأدوات البسيطة فقط دون استعمال آلات حديثة وكانت الحرف اليدوية تعد جزءا من ثوراتنا القديم وكانت تلب احتياجات البيت الداخلية ومن تلك المهن الحرفية القديمة النجارة النجارة هي حرفة يدوية لعب العاملون بها دورا كبيرا بتوفير مستلزمات البناء وغيرها من المستلزمات المنزلية قديما حيث يقوم النجار باستخدام الأخشاب المستوردة من الهند وإفريقيا بصناعة الأبواب والنوافذ والتخوت يعني الأسرة وبعض من ألعاب الأطفال وغيرها من اللوازم الضرورية موسيقى 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 موسيقى